الكاس ليه مهم؟ الكاس يمكن بالنسبة للأهلوية مش البطولة الأصعب ولا البطولة الأهم يعني فرحة الأهلوية بالدوري العام وبدوري أطال أفريقيا أكبر بكتير ودول يمكن يكونوا على مستوى المشوار والصعوبة أصعب بكتير جدا من كاس بصر لكن الكاس ليه فرحة تانية غير البطولة نفسها عارفة أحساس السيطرة الكاملة يعني احنا مش هنسيب حاجة تعدي من تحت نسر الجزيرة ولسه إن شاء الله فعشان كابه أقولك الكاس ده مهم جدا والحقيقة يمكن وانا كنت بكلم في البداية أن البطولة الأصعب فيه واحد من عامل الصعوبة لازم نحن نتكلم فيه وده يدي اللعيبة حقها ويددي كمان جماهير النادي الأهلي حقها اللعيبة دي خدت البطولات دي كلها بدون حضور جماهير تساند اللعيبة في مدرجات البطولات المختلفة وحضراتكم عارفين قد إيه جماهير النادي الأهلي بتوجدها وبحجمها وبمسندتها للعيبة في الملعب قد إيه هي مؤسرة عشان كده بقول إنه جيل ده استثنائي وجيل ده الحقيقة حقها إنجاز أعتقد إنه من الصعب على أي حد نتيجة لزروف كتيرة جدا أنه هو يكرره مرة تانية اتقال عليهم في وقت من الأوقات إنه فرقة النادي الأهلي بقت فضية وتقال عليهم إن فرقة النادي الأهلي ما فيهاش نجوم لو دول مش نجوم مين يبقوا نجوم لو دول مش أبطال دوري ودوري أبطال الأفريقية وكاس مين ممكن يكونوا أبطال تحاية تقدير واحترام على إصرار وعلى مثبرة وعلى جهد كبير جدا اتبذل وعلى انتماء للكيان وعلى روح فانيلا حمرة هي السبب الأول في حظ النادي الأهلي لبطولات الموسم الحالي سواء على المستوى القاري أو على المستوى المحلي تهنئة مرة تانية الأبطال الأفريقية وتهنئة أكيدة طبعا لجماهين النادي الأهلي السعيدة جدا بالتتويج بالثلاثية خلينا نتبع بقى الأخبار لأنه زي ما قلت لحضراتكم الموسم أو الموسمين تقريبا يعني دخلين في بعض يعني احنا لسه مخلصين ماتش كاس هنبتدي ان شاء الله كمان أسبوع من النهاردة نلعب أول مباراة في الدولة العام عندنا طبعا ماتش السوبر الأفريقي اللي لغاية النهاردة زي ما قلت لحضراتكم في نهاية الأسبوع الأخير أن التوصيات بتقول أنه احتمال يتلعب يوم 18 و22 أو 23 ديسمبر عندنا ماتش الزهاب في دوري أبطال أفريقيا نسخة 20-20-21 وعندنا كمان لقاء الزمالك يوم 28 في نهاية شهر فإحنا الحقيقة موسمين متواصلين والمواجهات اللي جاية كلها مهمة جدا وكلها صعبة جدا وكلها تعتبر على بطولة